لو هنتكلم عن طابة والمشروعات اللي تنفزت في طابة وطابة من الأماكن الجميلة يعني هي قريبة من قلبنا لكن هي مكان جميل أنا أول زيارة ليا بالمناسبة لطابة لكن مبسوط طول ما أنا ماشي على البحر يا مساحتها ألف متر لكن طول ما أنت ماشي على البحر أنت مبسوط ومستمتع بالمناظر الطبيعية اللي فيها بالألعى الموجودة بالمناطق الطبيعية الموجودة بالشمس بكل حاجة فيها حلوة فعايزين نتكلم عن مقاومات طابة يا فندم يعني لو حضرتك جاي من نويبع وقاي في طريق طابة حضرتك على يمينك البحر وعلى شمالك الجبل متخيل والطريق يعني بجان يعني متعة مفيش بعد كده فيعني أي حد على الطريق ذا باستمرار هتلاقي يعني نفسيا يعني ريلاكس نفسيا مهيئ نعزي ما عدنا كم يوم والله جميل تشرفنا والله يا فندم فيعني فعلا هتلاقي حتى الشباب الموجود هنا نفسيا يعني ريلاكس بيقعد معانا يعني بندردش معاه تلاقيه مش بتانشين لا كل الحاجات دي ما تلاقيهاش في الشباب الموجود يعني في نويبع وطب مدن يعني خليجي العقبة في عارف يفكر بالزبط بالزبط يعني آه والمقاومات الموجودة في مدينة الطابة انها يعني مدينة آه آه لها العديد من المقاومات على البحر مباشرة البحر الأحمر طبعا مقابلة لميناء العقبة طبعا المشروعات اللي تمت فيها فنادق فايف ستارز طابة هايتس كل يعني الفنادق السياحية على أعلى مستوى يعني في مدينة طابة آه ولكن بسبب الأزمات اللي مرت بها مصر في الأونة الأخيرة دي يعني أثرت فعلا على القطاع السياحي بشكل عام وخاصة مدينة طابة بس يعني احنا بنقول بادرت خير يعني بضم مطار طابة لمحافظة جنوب سينة إن شاء الله يعني وأكيد الدولة بصدد تطويره فكل الحاجات دي يعني هتشجع السياحة في مدينة طابة إن شاء الله وفي مشروعات إن شاء الله يعني بنحاول نحل المشروعات المتعثرة يعني من قبل المحافظة ده اللي عايزة تكلم معك فيه جبريل يعني زي ما كان شازلي بيقول يمكن دي المرة التانية لينا بقى في صباح الخير يا مصر نحن نبقى موجودين في طابة وبنحضر رفع العلم فإحنا اتكلمنا السنة اللي فاتت عن كتير من المشروعات اللي كان بيضخل فيها أموال طائلة وشفنا قد إيه السرعة في إنجازها إن كان بعضها كمان تم تسليمه والانتهاء منه وإن كان البعض الآخر بيتم السرعة جدا في إنجازه ونقدر نقول إن احنا في الفترة القادمة بنصرع الرتمة أو بنصرع الوتيرة اللي احنا شغالين بيها في التطوير بحيث إن ده ينعكس أكتر وأسرع على المواطن الموجود في طابة ويبقى حاسس إنه عنده خدمات بتتقدم له بشكل أسرع وأقوى فعلا يعني في مشروعات طبعا خدمية للأهالي الموجودين في مدينة طابة وفي مشروعات سياحية يعني المحافظة يعني على قد المستطاع بتحاول يعني تحل المشكلات وخاصة مع المستثمرين المتأثرين يعني والفنادق المتوقفة عن العمل يعني إحنا المحافظة بتشتغل في الاتجاهين بمعنى إنها يعني بتحاول تطور على قد المستطاع يعني المشروعات اللي بتخدم على القطاع السياحي وفي نفس الوقت بتقدم تسهيلات للمتعثرين وبتحاول يعني توفأ أو ضحم مع البنوك أو مع الشركات الكبرى أو تدخل بشركات يعني مع المتعثرين في سبيل إن عجلة السياحة تستمر يعني وتمضي قدما في سبيل يعني تطوير القطاع السياحي وخاصة يعني بعد ضم مطار طابة لمحافظة جنوب سيناء إن شاء الله وتشغيله يعني بقوته كاملة إن شاء الله في المستقبل إن شاء الله انت كلمت في نقطة مهمة وهي مسألة عاد ترسيم الحدود ما بين المحافظةين ما بين شمال وجنوب قرار 424 لسنة 2021 لما أعيد ترسيم الحدود مرة أخرى دخل مطار طابة ومجموعة من القرى وكان في يعني وحنا بنتكلم عن تواصل المحافظة مع الأهالي أهالي هذه القرى اللي كانت تابعة لشمال دلوقتي كان ليهم مطالب بمجرد ما انضموا الجنوب بدأوا يطلبوا المطالب بتاعتهم بالمناسبة يعني معالي الوزير المحافظ كان في زيارة من أسبوعين لقرية راس النقب اللي انضمت لمحافظة جنوب سيناء يعني وسيادة المحافظ يعني من المفارقات سيادة المحافظ يعني في تنفيذ بعض الطلبات يعني في التول لحظة للأهالي فعلا كانوا عدد كبير من الشباب طلبين بعض الطلبات طلبين 20 طلب فقالهم احنا نقسمهم سيادة المحافظ يعني لبى يعني تقريبا 50% من الطلبات وقال احنا بصدد يعني تنفيذ طلبات الأخرى يعني احنا فعلا أنا باسمي وباسم شباب أهالي مدينة الطابة أنا بشكر معالي الوزير المحافظ فعلا انه ما بيتأخرش يعني بيشتغل على قدر المستطاع بيعمل على قدر المستطاع في سبيل توفير حياة كريمة لأهالينا على أرض محافظة جنوب سيناء أكيد الشباب في طابة بيشتغل في ايه غير في السياح؟ يعني الشباب في طابة بيشتغل في وظائف حكومية بس أوليلة جدا في يعني بس أصلا مدينة طابة مدينة سياحية وبالتالي معظم الشباب الموجود في طابة يعني شغال في القطاع السياحي سواء في مخيمات سواء في عربيات أجرة سواء في يعني ممكن يعمل له مشروع معين سوبر ماركت أو ما شابه ذلك فكل الحاجات دي طبعا بيحاول الشباب يستغل المقاومات الموجودة في مدينة طابة يعني هي مدينة صغيرة بس بعد ضم راس النقب إن شاء الله يعني ممكن تتحول لمركز ومدينة إن شاء الله في المستقبل وبالتالي هيكل لها إدارات خاصة بيها هتكبر وبالتالي المشروعات هتكتر فيها ده يعني هيوفر فرص عمل كتير للشباب والشباب مبسوط يعني في ظل يعني عدت معاه ودردشت معاه هو فعلا مبسوط وإن شاء الله هم يعني بالزبط بالزبط فكرة إن الناس سمع صوتها فكرة إن الناس بتطلب طلبات وبتتلبى فكرة إن الناس بتتناقش في الطلبات اللي لا يتم تلبيتها على الفور بيت حط جدول زمني ده تطور مختلف ابتدى يحصل وبنشوفه موجودة على أرض الواقع بالزبط بالزبط دي سياسة اللي هو خالد فودة سياسة اللي هو خالد فودة يعني التسويف مش في جدول أعماله بمعنى لو حاجة هتتحل في التو واللحظة هو بيقوم بحلها في التو واللحظة يعني لو سوفنا الموضوع ممكن ياخد سنوات وبالتالي أي حاجة على قد المستطاع لو بيتم تنفيذها في الوقت الحالي سياسة اللي هو خالد فودة بياخد قرار في التو واللحظة في سبيل طالما لخدمة المواطن الموجود على أرض المحافظة ده عظيم جدا جبريل عايزك توجه رسالة لشباب جنوب سياسة أنا بقول للشباب يعني الأمل موجود تفأله بالخير المشروعات كتيرة قادمة لازم نتكاتف لازم نتعاون لازم نطرح أفكار كلنا في إيد واحدة أنتوا الجهاز التنفيذي يعني واحد لازم يكون لنا يعني شراكة مجتمعية المسؤولية المجتمعية لازم نتغلب على السلبيات والعقبات الموجودة في المجتمع يعني كلنا بنواجه عقبات ولكن من الحكمة أننا نتغلب على هذه العقبات يعني بقى أقل الخسائر فأنا بشكركم وأنا يعني يعني أتمنى في يوم من الأيام ألاقي كل شباب يعني جنوب سيناء شباب مثقف متعلم قادر على التخاذ قرار يعني يتقلد مناصب قيادية في الدولة يعني إن شاء الله يعني الشباب يعني متفائل فعلا ويعني إن شاء الله متفائلين أنا باسمي باسمي الشباب محافظة جنوب سيناء متفائلين بالخير القادم متفائلين بكم المشروعات اللي اتعاملت يعني في عهد اللوة خالد فودة على أرض محافظة جنوب سيناء كل الحاجات دي طبعا كانت أحلام بالنسبة لنا تحولت إلى حقائق فأقا يعني أنا بشكره باسمي وباسمي شباب محافظة جنوب سيناء محافظة جنوب سيناء